انا النهاردة مع فيلم بيتكلم عن قصة حقيقية اللي هو فيلم سفيرة اللي بيتكلم عن شخص بيحاول بكل الطرق انه يحارب الفساد الاجتماعي بيخلي كل فرد من اهل قرية الغلابة قدروا يتمكنوا انهم يركبوا الطيارة ويسافروا بيها ده عن طريق انه يرخص رحلة الطيران سيطرة هيقدر يعمل كده واستوحوش الدولة اللي مليين البلد لمسيطرين على شركات الطيران يبدأ احداث الفيلم قبل الاحداث الحقيقية من خمس سنين في الوقت ده بتظهر راني هي رايحة عشان تشوف شاب كان طالب الجواز منها قد راني وقتها مش بيهتم بشكلها ولا بنظرة الناس لها كان اهم حاجة عندها هي نفسها سوية في القطر بتسمع عن الشخص اللي كانت رايحة يتقدم لها اللي كان اسمه فير يدى الناس يقولوا انه بفضله هنقدر نركب طيارة قريب في الوقت ده كان فير بيقوم بواجب العذاب في البلد بتاعته من طريق انه ينفذ وصية الميت انه يرقص في العذاب بتاعه اللي خلاهم يسألوا اذا كان بيرقص في العذاب فما بالك بالفرح بسرعة بيروح لصاحبه وبينابه رغم كل ده مش بيرضى فير انه يوقف رأس غاية لما بتوصل راني لقريد فير ده الارض اللي كانت فيها البيوت قد فضيه ده اللي خلا صاحب فير يقولهم انه بفضله هيخليها ارض خزبة ساعتها بتعجب راني بشخصيته رغم انه قال لها انه فكرته ترفضت من 24 باند رغم كده هو مصمم على تايم فيز الفكرة بتاعته هي كمان بتقوله انها ترفضت من 24 عريس قلمها انها تعمل مغبز يكل فيه ناس كتير كان فير وقتها عنده امل انه فكرته تنجح لان واحد عملها قبله اجاب يقولهم فير انه موافق عالجواز سراني بتستغرب من طلبه وبتقوله انك ازاي موافق واحنا متقابلناش من 10 دقايق كان رد فير عليها ان الوقت مش لازم سواء عشر دقايق او عشر سنين طام الرأي كده كده مش هتغير ساعة هراني بتقوله انه اديها فرصة تفكر لغاية الصبح يبدأ فير يحكي لها انه من فترة كان بيعمل عدد كبير من الصورات ضد الضغيان حكومة هو اصحابه كانوا بيتصابه طبعا كان والده شايف اللي بيحصل بسبب انه كان خايف عليه كان رافض كل اللي بيعمله يقوله انه لازم يشغل عقله قبل كل خطوة بس من الواضح ان فير كان لرأيه تاني يقوله انه لو كانت تبع الطريقة اللي دايما ماشي بيها كانت ايده تكسرت للحكومة متستجيب لرأيه زي ما حصل لابوه بعد كتابة عشرين سنة انه يطلب انهم يوصلوا الكهرباء للقرية الوقتي فير بيطلب من الحكومة انهم يوصلوا كسكك الحديدية ده اللي خلى فير يتهم ابوه بالجبن طبعا ابوه مستحملش ويخلى يضربه ده ده وقتها يطلب من فير انه ما يورهوش وشه حتى بعد ما يموت وقتها بيمشي فير فعلا ويقدم في القوات الجوية كانتوا للوقت بيبعت رسائل لأهله عشان يطمنهم عليه ويقول لهم انه خد المركز الرابع في الطهران بس دايما القائد بتاعه دايما بعقبه وبيقفله على الوحدة عمرور الوقت بيتعب ابوه ولما بيحاول فير يكلمهم بتخلص المكالمة هو مش بيسمع ابوه ده اللي خلى ابوه يفتكر ان فير لسه زعلان منه ده لانه اتهمه قبل كده انه جبان لما بيحاول يعيد المكالمة مرة تانية بيمنعه المظابط بتاعه القصة دي كلها كان بيحكيها الراني وبيقول لها انه هو الاستقال من القوات الجوية كل ده عشان حلم حياته وهي يقسس شركة الطيران الخاصة بيه وفي تاني يوم الصبح بتتفاجئ راني انه فير حلق شعره بيتفاجئ وقتها بردها انها رفضة الجواز لما بيسألوها عن السبب بتقولهم انه ببساطة انه هو متجوز فعلا حلم حياته انه هي كمان متجوزة المشروع بتاعها قبل لما تمشي بتوعده انه لو نفذ حلم حياته وهي كمان نفذت المشروع بتاعه ولو نجحه هما الاتنين ممكن وقتها تبدأ تفكر في الجواز في اللحظة ديه اغرم فير بحب راني فالا من بعدها ابتدى يزرع في الارض بتاعة القرية بتاعته وكمان بيتنقل من بنك البنك عشان ينفذ مشروع الطيران بتاعه وتبدأ راني هي كمان تنفذ المشروع بتاعه بعد ثلاث سنين بنلاحظ ان اصحاب فير هما كمان في القوات الجوية الساب والطيران امل انهم يقفوا جنب فير في المشروع بتاعه بتجي لهم وقتها فكرة ايه انهم يدفعوا كل الفلوس اللي معهم عشان يحجزوا تذكر الطيران يقدر يسافر بها فير هناك بيقابل فير صحفية كانت معاها شنط كتير طبعا حسب قانون السفر بيمنعوها انها تسافر بكمية الشنط دي تاعتها بيساعدها فير وبياخد منها جزء من الشنط ده لانه كان مسافر بشنطة واحدة بس في الوقت ده بيظهر باريش اللي كان عنده فوبيا من النظافة تستغرب الصحفية ان فير قاطع تسكر الطيران رجال الاعمال نكتشف ان فير عامل كل ده عشان يعابل رجل الاعمال باريش واللي كان مسافر على نفس الرحلة ده لانه ما كانش عارف يقابله خالص بسبب انشغاله اول لما الطيارة تقوم بيحاول فير يقرب منه ده ده وقتها فير يقوله على فكرة مشروعه اللي عن طريقها هيقلله تكريفة الطيران هيقدر وقتها المزارعين البسطاء يسافروا سالغريب ان باريش بيرفض بيقوله ببساطة ان العمل بتوعه بيسافروا عن طريق خدمة خمس نجوم من الطبيعي انهم هيرفضوا يسافروا مع زمزارعين البسطاء بعدها بيأمرهم انهم ياخدوا فير للدرجة الاقتصادية اللي خلى فير يتضايق وبيقولهم انه حاجز درجة الاعمال ساب غرور باريش بيكرر وقتها انه يلقي رحلة الطيران وبيؤمر الطيار انه يغير رحلته ويرجع مرة تانية لمومباي بيطر فير اللي ينزل من الطيارة ويرجع الشونط للصحفية ولما بينزل بيقابله رئيس الشركة التنفيذية براكاش يقوله انه مستعد يسمع الفكرة بتاعته ساعتها فير بينتاز الفرصة وبيعزمه على الاكل يستغرب وقتها براكاش انه عزمه في مطعم رخي بيقول لفير وقتها بهزار انه لو كان عايز ياخد منه الفلوس على الاقل يعزمه في مطعم خمس نجوم سفير وقتها كان مصمم يعمل كده عشان يوصله فكرة معينة وهي انه نفس الاكل اللي بيتقدم في المطعم اللي هم فيه حاليا فهو هو نفس الاكل اللي بيتقدم في المطعم الخمس نجوم اللي بالعكس ممكن يكون افضل منه ده اللي ممكن يقدر ينفزه في شركة الطيران وقتها براكاش بيمبهر باقتراح فير ويديل وقتها فرصة عمره بيقوله انه مسافر لمدة اربع شهور قعد لما بيرجع هيخليه يعرض فكرته على الشركاء بتاعه يكرر وقتها يروح لراني قعد اخر مرة شافها من 3 سنين وبيتفاجئ انها فتحت المحل قتها بيسألها ان كانت اتجاوزت ولا لأ فبترد عليه بكل بساطة انها اتجاوزت وعندها طفل كمان بتسيبه بعدها وبتمشي سفير وقتها بيكترح عليها ان المحل بتاعها ده عشان يكسب لازم تفتح في مكان زحمة زي قدام كلها او مدرسة سراني مش بتهتم بكلامه وبتمشي ويخرب صاحب فير اللي كان جاي معاه وبيقول له ان راني كذابة وده لانها ما اتجاوزتش وكمان ما عندهاش اولاد اول لما بيعرف فير بيجري قراءة بالموتسكل بتاعه ساعتها بيارد عليها مرة تانية انهم يتجاوزوا قتها بتقول له راني انها مستعدة توافق بس ب3 شروط ولما فير بيوافق على شروطها بتوافق ايه كمان فعلا بيتجاوزوا بعدها راني بيتفكر برأي فير وكرر انها تفتح محل المغبوزات بتاعها قدام مدرسة بيعدي اربع شهور وبيبدأ فير يعرض الفكرة بتاعته مرة تانية واللي بينبهروا وقتها هما كمان بفكرته انهم هيقدروا يأجروا لطيارات بدل ما يشتروه بعد شوية بيخلق براكش وبيقول له انهم موافقين على المشروع بتاعه سبيفجوا وقتها ان في مشكلة واحدة هي ان الشركة بتاعتهم شركة مساهمات وفلوسهم كلها موجودة في السوق انهم في الوقت الحالي محتاجين يحجزوا 3 طيارات على الاقل في قرب وقت اللي خلى فير يفكر انه هو هيجمع الفلوس بنفسه بيقدر ياخد كارد بضمان ارض وامه في تاني يوم بيروح فير للوزير عشان يمضي على تنفيذ الفكرة بتاعته لأسف فيعد فير فترة كبيرة جدا وفي نهاية اليوم بيقدر يقابله وبياخد منه معاد بكرة فعلا بييجي فير تاني يوم وكالعادة مش بيقدر يقابله بيعد اليومي الثالث والرابع وبرضو فير ما بيقدرش يقابله في الوقت ده بتبعت لقوم ورسالة وبتقوله انهم بقى لهم 3 شهور مش بيدفعوا قصة القرد في الوقت ده بيسمع فير في الازاعة ان الرئيس هيعمل اجتماع في مكان قريب منه بيتها بيستعين بالصحفية اللي كان معاها على الطيارة يقدر عن طريقها يغير الاجتماع الرئيس سف وسط الاجتماع بيبدأ فير يقف ويعلي صوته ده يوجه كلامه للرئيس وبيقوله انه محتاج فرصة عشان يقابله ويبدأ وقتها الحرس انهم يطردوه سبعدها بيتفاجئ ان الرئيس بيطلب فعلا انه يقابل لوحده بيبدأ فير يقوله قصته الوقت اللي كان فيه في الكلية وبتتسل بيقومه وبتقوله ان ابوه مريد بانه محتاج يشوفه عدها على طول بيجري فير وبيحاولوا اصحابه ويساعدوه يدولوا فلوس عشان يقدر يسافر بالطيارة للاسف اول لما بيوصل فير للمطار اكتشف ان التذاكر بتاعة الدرجة الاقتصادية خلصت مش باقي غير تذاكر درجة الاعمال واللي طبعا كان مبلغها عالي وان اقرب رحلة هتبقى متاحة بعد يومين للفعل الاقتصادية فاته فير بيحاول للركاب اللي وراه ان يستلف منهم يبدأ يترجاهم ان والده تعبان ومحتاج الفلوس ضروري بيقول لهم انه في القوات الجوية وهيردولهم فلوسهم على طول درجة انه ابتدى يعيط بس للاسف محدش بيساعدو بتدى وقتها يطلبوله الامن عشان يخرجوه ساعتها بيضطر فير انه يسافر بالعربية طبعا بياخد وقت كبير جدا عشان يوصل للكرية بتاعته طبعا للأسف بيوصل فير متأخر لان خلاص والده كان مات او لما بيقابل امه بتبدأ تزعله وتقوله ان ابو كان نفسه يشوفه ساعتها بتفتكر ان فير ما كانش عايز يجي لانه كان زعلان من ابوه ويتوري وقتها كل الرسائل اللي كان بيكتبها ابوه يبتبينه قد ايه ابوه كان واثق فيه وفي حلمه انه هيقدر فعلا ينفذ المشروع بتاعه وقتها بيبدأ فير يعتزل لأمه وبيقول لها الحقيقة وانه ما كانش معه فلوس كفاية عشان يقدر يسافر بيها قصة دي هي اللي خلته اكتر يتمسك بمشروعه وافق الرئيس على مشروعه ووسعتها بيقشر الوزير عليه يبدأوا فعلا يجهزوا التلات طيارات اللي هيقوله طبعا كل ده كان بيحصل ضد ارادة باريش يكان بيعتبر المنافس الوحيد لفير انه اساسا مفيش حد غيره يملك اكبر شركة طيران لأسف في تاني يوم بيتصل صديق فير بيه بيقوله ان القوات الجوية قلقت الصفقة بتاعته وقتها بيتحرك فير بسرعة عشان يروح لبركش وانه ما بيقابله بيفجأه وقتها وانه في الحقيقة شغال مع باريش اللي هو مستعد يعمل كل حاجة عشان يلجي المشروع بتاعه يكان بيتفق معه في الاول ويفجأوا بعدها للمرة التانية ان فكرته نفذها خلاص باريش بالشكل ده بتقع كل احلام فير وكمان كان عليه يسدد الكارد بتاعه واقسة سرعة بيجري فير وبيتحرخ لشركة باريش عشان ينتئم منه يبدأ وقتها رجال الامني يسيطروا عليه وبتدوا انهم يضربوا ويخرجوا برا شركة في يوم من الايام بعد اللي حصل بيسمع ام راني هي بتقول لبنتها ان فير خلاص بقعت في البيت وحتى ما بيصرفش عليه انه معتمد دلوقتي على ارباح حية وللأسف فيسمع فير كل الحوار اللي دار ما بينه طر بعدها يفك عن غضبه في راني طور وقتها بينه من الخلاف ووصل انه يطرده من البيت سفير وقتها حس ان عمل اكبر غلطة في حياته بينزل بسرعة يدور على راني زي المجنون مش بيلاقيها في ولا مكان ولا حتى المحل بتاعه في النهاية بيقاس وبيرجع البيت بتاعه مرة تانية عشان يكتشف ان راني موجودة لسه في البيت وممشتش تدت تقوله ان ده بيتها هو ملهاش اي مكان تاني تروح ليه وقتها بيبدأ فير يعتذر لها عيت هراني بتفجأه انها كمان حامل كل بساطة بتكترح هراني على فير فكرة من غير ما تقصد تقوله ان الطيور لو كلت اكتر من حجمها مش هتعرف تطير يبدأ يقولها انهم لو يستهلكوا وقود اقل فتكاليف الرحلة هتبقى قليلة ممكن يقدروا يحولوا طيارات الشحن لطيارات ركاب ده كله هيتم عن طريق الشراكة مع شركة طياران تانية ده كله هيتم عن طريق 50% من الارباح في النهاية بتوافق فعلا الشركة على اقتراح فير فير وقتها كان محتاج مبلغ بسيط عشان ينفذ المشروع طبعا ما كانش يقدامه غير مراته عشان يستلف منها واللي كان محروج انه يقولها اول لما بيطلب منها انه محتاج 15000 تتدايق راني منه وبتسيبه وتمشي اول لما بتوصل المحل بتقوله انها مش هتديله 15000 عكس هي تديله 20 ده لانها مراته وفلسوم هما الاتنين واحد فيش فرق ما بينهم ولا بين فلسوم وده الاتفاق اللي فاشكرته بيه من اول يقدر باريش يعرف ان فيه شركة جديدة هتشتري طيارات الشحن باكسى سرعة بيحاول باريش يعرف مين صاحب الشركة دي يعرف ان الشركة متسجلة باسم راني اللي هي مرات فير تاني يوم بيجيله صاحب فير وبيعزمه على فرح اخته وقتها بيسمع منهم انهم محتاجين مبلغ كبير تاني يوم بيتفاجئ فير ان حسابه في البنك بيزيد يوم عن التاني وقتها بيعرف فير ان صاحبه اجل فرح اخته كمان بلغ اهل الكرية بتوع كلهم اللي ابتدوا يسلفوا الفلوس طريق انهم يبتدوا ياخدوا كارد عن ضمان الارض بتاعتهم شكل ده بيبدأ فير ينفذ المشروع بتاعه كمان بيبدأ يعمل مهبط جديد خاص بالطيارات بتاعته تدى وقتها صاحبه يبتكر برنامج عشان يحجز تذاكر الطيران من على الانترنت ان معظم العمل بتاعهم هيبقوا من اهل الكرة ومزارعين البسطاء يقرروا انهم يأجروا محل صغير بجانب محطة القطر ما نبتدوا يختاروا الطيارين بتاع الطيارات بتاعهم لأسف بيقدر بارش يارد عليهم دعف المرتب عشان يشتريهم وبيوافقوا ده بيقول للمساعد بتاعه ان يطردهم بعد شهر لانهم بقوا نفسهم وقتها فير كان عامل حسابه وقتها بيستعين بالطيارين المتقاعدين على العمل تقترحها ليراني انها تشاركه وتقدم للشركة بتاعته والاكل على وسائل الطيران يتفاجئ فير بأول رحلة الطيران ليه انه بارش عن طريق الرشوة هرشاهم وخلاهم ماينزلوش بالطيارة بتاعتهم على المطار طبعا فير وقتها بيحاول يتصرف في كل الطرق لان الطيارة خلصوا نقود منها تضطر انها تعمل هبوط اضطراري في عرب مطار بينجح فعلا ان ينكز الطيارة بتاعته بالطيارين اللي عليها قتها بيتعرض للمساعدة القانونية وبيتفاجئ انه واقف قدام القائد بتاعه بيقرر ان يقف جنبه في محنته بيكتفي انهم يدفعوا مبلغ بسيط كالغرامة على ثلاث شهور قتها بيقدر بارش يعرف ان كل الشعب واقف ورا سافير كمان بيقف جنبه عضو مجلس النواب بيقرر كمان انه يعمل دعاية ليه ويطير على الطيارة في اول رحلة لها للاسف بعد لما الطيارة تطير بيحصل فيها عطل اما بيحاول فير ان يوقف الطيارة بيرفض الطيارة شان كده بيقرر فير انه يسيق الطيارة بنفسه ويوقفها ينزل بصلع الركاب وهم بيهربوا من الطيارة ومن ضمنهم راجل النائب بيقوله انه بسبب اللي حصل كان ممكن يموت الشكل ده بيفكد فير مصدقية الشعب ده على طول بتولد راني مراته يكتشف فير ان اللي حصل بالطيارة بسبب خدعة مشترك فيها هو قائد الطيارة ده لان باريش استرعى بالفلوس وما كل اللي حصل بيقرر فير انه ما يطردوش السبب اللي خلاه يعترف عن كل جرائمه أثناء المحاكمة ان فير ملهوش اي زنب والطيارة بتاعته سليمة 100% الشكل ده بتخرج شركة فير من البراءة للاسف بعد كل اللي حصل بيفكد فير مصدقية الشعب ويخاف اي حد انه يسافر معاه ده على طول بيجيله صحابه بيقولوله ان باريش عارض عليهم مبلغ كبير جدا عشان يشتري الشركة بتاعتهم سفير كان يعرف قصده وعشان كده بيرفض ده اللي خلاه يختلف مع اصحابه ويحاول فير يطمن الشعب بان وسائل الطيران بتاعته أمنة دليل على كده انه هيخلي اول رحلة الطيران ليه هتكون عليها امه ومراته وابنه في الوقت ده بيلاحظ ان القائد بتاعه في القوات الجوية بيجي بنفسه هو والجنود عشان يحمي كل الطيرات قم فقدان الامل اللي كان جواه فبيصمم ان يضحك ده من الموظفين والطيرين اللي معاه توصل وقتها امراته وابنه عشان يركبوا الطيره الوقت ده ما كانش لسه فيه ولا راكب وصل للمطار السبب اللي خلا فيه يرجل رحلة قم كل محاولاته اللي كان بيعملها عشان يكسب سكة اهل القرية لكن فجأة بيجيله زميله وهو بيجري وبيبدأ انه يعتذر ليه يقول له انه كان غلطان وبسبب التطبيق اللي كان عامله ده خلاها يلجي كل الطلبات الرحلات اللي كانت عالطيرات بتاعتهم ساعتها بيبدأ فير انه يجري بيبدأ يشوف انه فعلا كل الطيرات بتاعتهم محجوزة بشكل كامل لمدة 3 ايام قدام عن طريق المكاتب الحجز بتاعتهم الشكل ده بيتحقق فعلا حلم فير الاخير ما بيحاول باريش انه يتصل بيه يرفض فير مكالمته وبيقول له انه السماء مش ملك ابوك اشتركوا في القناة